بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة أهلاً وسهلاً فيكم مرة أخرى في مقررنا حياة أربعة حياة ثلاثمائة وثمانتعاش للمرحلة الثانوية الصف الثالث الثانوي المسار العلمي مجموعة العلوم والرياضيات اليوم إن شاء الله راح نتابع موضوعنا في دراسة الأنماط الوراثية المعقدة ويعرف هذا الموضوع بالأنماط الوراثية المعقدة لأن الصفات اللي يتناول دراستها لا ينطبق عليها قانون مندل الأول ولا الثاني وبالأمس اتناولنا هذه الصفات بعض منها مثل الوراثة أو السيادة الغير تامة والسيادة المشتركة اليوم أيضا راح نشوف صفات وراثية أخرى تمثل من الأنماط الوراثية المعقدة فلنتابع ونبدأ بهذا النشاط منلاحظ في الشكل الظاهر أمامنا مخطط هذا المخطط أتوقع أعزاء الطلبة مر علينا في الصف التاسع الثالث إعدادي لكن اليوم إن شاء الله وفي دروسنا القادمة راح نتناول دراسته بالتفصيل هذا المخطط لو تأملناه منلاحظ أنه راح يظهر إلينا في هذا المخطط مجموعة من الكروموسومات هذه الكروموسومات بتنتضم بهذا الشكل كل اثنين مع بعض من الزوج الأول إلى الزوج رقم 22 ثم الزوج الأخير فبالتالي هذا الشكل لو تأملناه منلاحظ أنه بيطلق عليه بالذات أنا أشرت على الزوج الأخير بيطلق عليه هذا المخطط بالمخطط الكروموسومي لأنه يهتم ويركز على دراسة الكروموسومات بحيث يعمل على تنظيمها بشكل أفراد أو أزواج متماثلة ومن ثم منلاحظ الزوج الأخير قاعد يرتبه وفيه هناك اختلاف في هذا الزوج وهذا الزوج الأخير أحد الكروموسومات بياخد شكل هذا الحرف والثاني بياخد شكل هذا الحرف فبالتالي بيظهر إلينا هذا المخطط الكروموسومي في الذكر وفي هذا المخطط يمثل المخطط الكروموسومي في الإنسان راح نتناول إن شاء الله في موضوعنا أنواع الكروموسومات اللي موجودة في خلايا جسم الإنسان سوى كانت الجسدية أو الجنسية وكيف تختلف هذه الكروموسومات ومن ثم راح نركز إن شاء الله في موضوعنا أولا على تمييز أنواع الكروموسومات هذا أحد أهدافنا أيضا راح نركز بالتالي على وراثة الصفات المرتبطة بالجنس وأيضا راح بعد ذلك نتابع تطبيقات على وراثة الصفات المرتبطة بالجنس أعزائي الطلبة إن شاء الله نستمتع بموضوعنا ونبدأ بأول هدف أنواع الكروموسومات خذينا بشكل فكرة عامة في المخطط الأول اللي عرضنا في النشاط فمنشوف إن في الإنسان سوى كان الأنثى أو الذكر خلية بتكون عبارة عن جسدية أو سوى كانت خلية تناسلية بيوجد فيها 46 كروموسوم أي 23 زوج لكن هذه الأزواج بتكون مرتبة على شكل أزواج متماثلة يعني 22 زوج الأول يسمى بالكروموسومات الجسمية الكروموسومات الجسمية خلنا أوضح هكا كتبها مرة أخرى الكروموسومات الجسمية أيضا في الذكر 22 زوج الأول وعادة بتاخد هذه الكروموسومات هذا الشكل بهاي الطريقة بتكون أشكالها بهذا الشكل كأنها بتاخد حرف شكل X فال22 زوج الأول بيكونون سمونها بالكروموسومات الجسمية بينما الزوج الأخير اللي هو رقم 23 الزوج الأخير سوى كان في الذكر أو الأنثى الزوج الأخير هذا الزوج الأخير في الذكر بياخد حرف شكل X Y بينما في الأنثى بياخد شكل حرف X وأيضا حرف X فلذلك هذه الكروموسومات الزوج الأخير اللي بتمثل زوج رقم 23 يطلق عليها بالكروموسومات الجنسية سوى كان في الذكر أو الأنثى يطلق عليها بالكروموسومات الجنسية أعزاء الطلبة مرة أخرى لمزيد من التركيز أوضح ليكم الفكرة أنواع الكروموسومات مهم جدا أعزاء الطلبة نعرف أنواع الكروموسومات علشان نستطيع دراسة وتسهل علينا دراسة الصفات أو الأنماط الوراثية المعقدة الأخرى منها وراثة الصفات المرتبطة بالجنس فبالتالي لابد أن نميز في البداية أنواع الكروموسومات في الخلايا عندنا الحية فبالتالي سنرى هناك نوعين من الكروموسومات سوى كانت هذه الخلايا أرجع مرة أخرى جسدية أو تناسلية الأساس الوراثي للإنسان 46 كروموسوم أي 23 زوج فبالتالي هذه الكروموسومات سترتب في الخلايا أن 22 زوج الأول من رقم 1 إلى الزوج رقم 22 سوى كان في الأنثى أو في الذكر هذه الكروموسومات سوف تأخذ شكل حرف X وبالتالي تسمى بالكروموسومات الجسمية أكتبها مرة ثانية لتتضح الجسمية الجسمية بينما الزوج الأخير رقم 23 في الأنثى ياخذ حرف شكل X بينما في الذكر بياخذ الكروموسوم الأول شكل حرف X والثاني شكل حرف Y هذا الزوج الأخير يسمى بالكروموسومات الجنسية هذه الكروموسومات عزيز الطالب أبقيك تركز عليها في أشكالها وفي عددها في الإنسان سوى كان في الذكر أو الأنثى لماذا؟ لأن الصفات والأمراض الأخرى اللي راح ندرسها راح ترتبط بهذه الكروموسومات أهمها نبدأ الصفات المرتبطة بالجنس ماذا نعني بالصفات المرتبطة بالجنس؟ الصفات المرتبطة بالجنس هي الصفات اللي بيكون جيناتها الوراثية محمولة بتكون جيناتها الوراثية محمولة على كروموسوم X وليس كروموسوم Y بتكون الجينات المسؤولة عنها محمولة على كروموسوم X وبالتالي تسمى بالصفات المرتبطة بالجنس أو الصفات المرتبطة بكروموسوم X لماذا؟ أكرر عزيز الطالب لأن مثل هذه الصفات مسؤول عنها جين والجين عادة الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية محمولة على الكروموسومات كيف محمولة على الكروموسومات؟ لأن الكروموسوم عزيز الطالب أذكرك في درس الأمس عبارة عن DNA ومواد بروتينية مرتبطة مع بعض بتكون لي هذا التركيب اللي يسمى بالكروموسوم ومن ثم بيكون هناك هذا الكروموسوم X اللي هو يمثل لي الزوج الأخير في عندنا الخلايا سواء كانت الجنسية أو التناسلية نشوف أن الزوج الأخير اللي هو عبارة عن كروموسوم X بتكون موجود عليها هذا الجين وبالتالي تسمى بالصفات المرتبطة بالجنس موجودة على الزوج الأخير من الكروموسومات الجنسية وبالذات كروموسوم X وبما أن الذكر كميكروموسوم X عند الذكر عادة الزوج الأخير عبارة عن X و Y بينما الأنثى خلني أوضح أيضا وبالشكل الأنثى وهذا رمز الذكر الأنثى عندها X و X بينما الذكر عند X و Y فبالتالي الأنثى راح يكون عندها جينين مال الصفة بينما الذكر عندك روموسوم X واحدة فبالتالي راح يحمل جين الصفة بيكون بصورة فردية فبالتالي منلاحظ أن الذكور بما أن عندها X واحدة فبالتالي راح تتأثر بهذه الصفة خاصة إذا كانت الصفة المسؤولة عنها فيه هناك جين متنحي يساعد في ظهور هذا الصفة أو في ظهور هذا المرض فإذا امتلك الذكر جين متنحي واحد فيمكن يؤدي ذلك إلى ظهور هذا الصفة نوضحها بالأمثلة علشان تسهل علينا الدراسة فنبدأ إن شاء الله مثلاً عدنا وراثة صفة عما اللونين الأحمر ويا عدنا الأخضر بعض الأشخاص لا يستطيعون أن يميزون بين اللون الأحمر واللون الأخضر بل يرون هذا اللونين على شكل لون رمادي فما يرهم قرع على تمييز هاي اللونين لماذا؟ لأن فيه هناك جين إذا امتلق الشخص أي حمل الصفة المتنحية أي امتلق الجين المتنحي في هذه الحالة سوف يظهر عليه هذا الصفة نوضح توارث هذه الصفة اختلافه في الذكور وفي الإناث في الإنسان فمنلاحظ في الذكور بما أن الذكر أو الرجل بيكون التركيب الوراثي إليه X Y والأنثى X و X فوجدوا بأن الشخص اللي بيحمل الجينات السائدة والجين السائد لهذه الصفة بيرمز إليها بالحرف B بالحرف B والجين المتنحي زين بيرمز إليه بالحرف B سمول فبي كابيتل بتخلي الشخص ما يحمل هذا الصفة يكون شخص سليم بينما الشخص اللي بيحمل هذا الصفة راح يكون عنده الجين المتنحي لكن أعزاء الطلبة أبغيكم تركزون كيف عملنا على كتابة هذه الجينات كيف عملنا على كتابة هذه الجينات بأي طريقة فمنلاحظ في الأنثى بما أن عندها كروموسومين X جنسيين اثنين X كابيتل وهذه X فبالتالي الجين السائد وهو B كابيتل وB كابيتل فكتبنا X B كابيتل ما كتبنا X ووضعنا B في نفس مستوى X خطأ وإنما الكتابة بتكون X نفس ما نسوي الأصف الرياضيات برفعها إلى الأعلى B كابيتل لماذا؟ لأن الجين محمول على الكروموسوم فبالتالي عنده كتابة عنده الكتابة الكروموسوم والجين أيضا المرتبط بهذا الكروموسوم فبالتالي بنضع هذا الجين في الأعلى هذا بالنسبة إلى الجين السائد B كابيتل الجين السائد الجين السائد لأنه بيأدي إلى أن يكون هذا الشخص سليم أي يستطيع أن يميز اللون الأحمر واللون الأخضر كنت تقولون من وين جبنا حرف البي أذكركم في درس الأمس إذا منكتب الطراز الجيني إلى الإنسان أو أي مخلوق حي نبات أو حيوان لصفة وراثية أو إلى مرض وراثي كيف ممكن أشتق الرموز مالة الجينات راح نشتق رموز الجينات عن طريق مسمى الصفة باللغة الإنجلينزية فالصفة هذه أما الألوان وهي صفة متنحية في الإنسان لكن بتظهر زين فبالتالي ممكن اسمها باللغة الإنجلينزية البلادنس البلادنس فالحرف الأول منها بي كابتل إذا ما كنتني أعرف الإسب باللغة الإنجلينزية هل في هذه الحالة نتعطى القطالب؟ لا في هذه الحالة ممكن أن أختار حرف وأكتب نرمز إلى الحرف أكتب كتابة نرمز إلى الحرف اللي بيكون سليم لا يحمل هذه الصفة مثلا اي كابتل بينما الشخص المصاب أو اللي راح تظهر عليه هذه الصفة اي سمول ففي هذه الحالة معناته أن يفترط رموز معينة لتوارث هذه الصفة فعزيز الطالب أبغيك تركز في هذا الجانب أي صياغة الجينات إلا بتؤدي إلى ظهور هذه الصفة أو عدم ظهورها سواء كان جين سائد أو جين متنحي فإذن نروح إلى المسمى العلمي أو المسمى باللغة الإنجلينزية عفوا إلى الصفة بأخذ الحرف الأول منها وباكتب بالكابتل لتر إلى الجين السائد السمول لتر راح يكون إلى الجين المتنحي اللي بيؤدي إلى ظهور الصفة بينما الكابتل لتر إلى الجين السائد اللي بيؤدي إلى عدم ظهور هذه الصفة ولكن أيضاً أرجع مرة أخرى كتابة هذه الرموز أي اللي بتمثل الجينات نكتبها بما أنها مرتبطة بالجنس فبالتالي بتكتب بالقص أي أكس بي كابتل في الأعلى نفس الشيهني أكس بي كابتل في الأعلى هذا لما تكون عندي الأنثى سليمة عندما تكون الأنثى سليمة أيضاً ممكن تكون الأنثى مصابة بتكون فيها الحالة أكس بي سمول أكس بي سمول وأرجع مرة أخرى لاحظوا أعزاء الطلبة وين كتبنا حرف البي أي الجين المتنحي المرتبط بي الكروموسوم تم كتابته في الأعلى أي أكس أص بي سمول فبالتالي راح تكون الأنثى في هالحالة مصابة أما الأنثى السليمة أيضاً لكنها توصف بأنها حاملة إلى الجين المتنحي اللي بيأدي إلى ظهور هذا الصفة أو تسمى أحياناً هجينة بتكون أكس بي كابتل وأكس بي سمول فإذاً في هناك ثلاث حالات إلى الإناث زين لتوارث صفة عمى الألوان إما أنها تكون سليمة أو مصابة أو أنها تكون حاملة نقارن هذا التوارث في الذكر أي عند الرجل فمنلاحظ الرجل راح تكون عنده فقط حالتين إما سليم أو أنه يكون مصاب ليش؟ لأن منلاحظ أعزاء الطلبة عنده إكس واحدة والجين المسؤول عن توارث هذه الصفة بيكون محمول على كروموسوم إكس فبالتالي منلاحظ إن إكس إذا حملت هذه الإكس بي كابتل أي مال الجين أو الجين المسؤول أن يكون الرؤية سليمة يستطيع الشخص أن يميز اللون الأحمر والأخضر فبالتالي راح يكون سليم أما عندما هذه الإكس بتحمل الجين المتنحي وهو بي سمول راح يكون فيها الحالة الذكر مصاب فإذن الذكور راح تكون عندهم حالتين فقط لماذا؟ لأن الذكر لديه كروموسومات جنسية بيكون واحد فقط فبالتالي راح يكون عنده حالتين هذا عدنا بالنسبة إلى الطراز الجيني إلى في كلهم من الذكور والإناث لهذه الصفة نشوف الآن أعزاء الطلبة تطبيقها كيف ممكن أن هذا الطراز الجيني لو أعطيت مسألة أقدر أطبق هذا الطراز الجيني في المسائل المعطائلية فنشوف في البداية هذا المثال الأول وهو عاطيني مباشرة قال لي مربع بنت أدنى الأم سليمة لكن ماذا حاملة لصفة عمى اللونين زين لأنها تمتلك جينة متنحية لعمى اللون على أحد الكروموسومات الخاصة بها الأب سليم لا يمتلك الجين المتنحي وتمثل الصفة المرتبطة بالجنس بكتابة الجين على الكروموسوم اكتبوا الطراز الجيني والشكلي لأبناء هذه العائلة لاحظوا عزاء الطلبة أنا بديت ليكم بمسألة جدا سهلة راح نعطيكم أيضا ممكن اجيي ليكم أيضا فيها بعض الأفكار فهنا الأم سليمة لكن هذه الأم السليمة حاملة إلى الصفة فبهذه الحالة هذا عندي ممكن في هذا المربع هذا الأم هاي الأنثى وهذا بيكون الذكر فممكن احنا نكتبها رمز الأنثى أرجع بهذا الشكل ورمز الذكر دائرة والسهم إلى الأعلى زين؟ بعدين معناتها في هذه الجهة بتكون عندي بتكون عندنا إن شاء الله الجيناء الأمشاج مال الذكر بينما في هذا الجانب راح نكتب في هذا العمود الأمشاج للأنثى وعزاء الطلبة أكرر عليكم كون متأني وعندك الدقة في كتابة الأمشاج لأن كل ما كنت دقيق اقرأ المسألة بتأني بدقة ليش؟ لأنه راح تمثل إليك معطيات بساعدك في إيجاد الحل ففي هالحالة ممكن أنت من خلال قراءتك في البداية تركز وتكتب الأمشاج بشكل صحيح علشان النواتج جميعها تكون أيضا صحيحة فلو جينا إلى أولا الأم حاملة للصفة معناها يكون عندها X وأكس وأكتب لكم الجينات طبعا ما راح أكتب الجين في مستوى الأكس خطأ ولا أكتب الجين مباشرة بدون الأكس أيضا خطأ عزيز الطالب فبتكون حاملة معناته B capital وبعدين B small أيضا عزيز الطالب أبغي أذكرك بجانب أمس ذكرت إلك وهو إذا بتكتب الصفة نفس الحين إحنا الأم حاملة أكتبن طبعا الجينات من اليسار إلى اليمين لكن أبدأ بالجين السائد ثم الجين المتنحي فبيكون B capital B small نبتدي بالجين السائد ثم الجين المتنحي في حالة لما تكون الصفة لدى الشخص بتكون هجينة أو حاملة فهذا الجانب أبغيك عزيز الطالب اتركز عليه نواصل نجي إلى أمشاج الأب اللي هو الذكر قال لي أن الأب بيكون سليم أيضا عزيز الطالب يمكن تتلخبط تقول أوه ممكن أنا ما يجي في ذهني الجينات زين التركيب الجيني أو الطرز الجينية إلى وراثة صفة عماء الألوان ممكن أنا أكتبها في بوكس على جم جهة اليمين أو اليسار ومن ثم أستعين فيها في الحل فهذا أيضا جانب يساعدك في ترتيب أفكارك وفي كيفية الحل فهذا أيضا ممكن عزيز الطالب تحطه في اعتبارك فالأب معناته بيكون بما أنه راح يكون صفة مرتبطة بالجنس فلا أنسى أكتب الكروموسومات الجنسية والذكر عنده X Y طبعا الذكر قال لي لي سليم معناته راح يكون موجود على الكروموسوم X وليس Y Y راح يكون خامل ما يحمل جين الصفة فبما أنه راح يكون سليم معناته بيكون بي كابتل لأنه إذا كان بي سمول معناته عند الجين المتنحي فراح تظهر عليه الصفة ففي هالحالة راح يكون سليم نتابع الآن طبعا في هالحال احنا طالبي من عندنا شنو الطراز الجيني إلى الأبناء كنت قولون نحن نبسينا نطلع الأبناء عزيز الطالب أبغيك لابد علشان نطلع الأبناء الطراز الجيني إليهم والشكلي لازم بتوقف عند الطراز الجيني إلى الآباء لأنه اللي راح يساعدك وإلا ما راح توصل إلى الحل بصورة صحيحة ففي هالحالة ممكن نواصل فبيكون X X وبيكون هنا B capital B capital أيضا هنا راح يكون X X ولاحظ عزيز الطالب شنون كتبت الجينات B capital B small ابتريت بالجين السائل ثم المترحي أواصل بيكون X B capital Y وبيكون هنا X B small Y فطلعنا الأبناء زين ففي هالحالة طبعا احنا وجدناهم زين ففي هالحالة ممكن أيضا نوجد شنون الطراز الشكلي الطراز الشكلي للأبناء طبعا راح طلعه من خلال خلال قراءتي إلى الطراز الجيني فراح يكون عدنا في هالحالة الإناث راح يكون الإناث 50% بيكون طبعا هي 100% راح تكون سليمة لكن بيكون منهم 50% 50% راح تكون سليمة نقية وبتكون 50% بتكون سليمة لكن حاملة هذا بالنسبة للإناث لو جينا إلى الذكور 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 منلاحظ 50% منها راح يكون سليم و50% راح يكون مصاب فبيكون 50% سليم و50% راح يكون مصاب هاي عدنا عزيز الطالب ممكن تحصل الإجابة بهذا الشكل أيضا راح أمسح إليك وطلع لك الإجابة نحاول تحل إياكم مباشرة في هذا المربع فبيكون بهذا الشكل هذا عندنا بالنسبة للمثال الأول نشوف آخر مثال وننهي موضوعنا وهو عاطيني المثال الثاني بهذا الشكل تزوج رجل مصاب بعمل ألوان من أمرأة سليمة لكنها تحمل الجين المتنحي اكتب الطراز الجيني لأبناء هذه العائلة وما نسبة الإصابة إصابة الأبناء الذكور والإناث بعمل الألوان نفس الشعزيز الطالب بتجي فيها الحالة بتحط بيكون أولا ابتدى بالرجل والأنثى بيكون هاي عبارة عن الآباء ساس بخليك اتميز بشوف بما أنه صفة عمل ألوان مرتبطة بالجنس فمباشرة بكتب الكروموسومات إذا عزيز الطالب كتب مباشرة الجينات بدون ما تربطها بالكروموسومات راح تكون إجابتك خاطئة احرص أن أنت تعرف اتميز أن هذه الصفة مرتبطة بالجنس فبالتالي لابد من كتابة أولا الكروموسومات الجنسية بعد ذلك اربط هذه الكروموسومات بالجينات فالرجل مصاب بعمى الألوان معناته راح يكون عنده بي سمول ما بكتبها على كروموسوم واي راح تكون إجابة خاطئة لأن كروموسوم واي لا يحمل جين هذا الصفة بيكون خامل فقط موجودة على كروموسوم اكس لأن الصفات المرتبطة بالجنس بتكون محمولة عادة على كروموسوم اكس وليس كروموسوم واي نجي إلى الأنثى المرأة سليمة لكنها حاملة للمرض فبيكون بي كابتل بي اسمون بعدين منطلع الأمشاج وممكن نسوى أيضا في نفس الوقت الجدول وبساعدنا هذا الجدول على الكتابة وإيجاد الطرز الجينية فحطيت هنا بيكون الدكر بيكون اكس بي كابتل عفوا بيكون الدكر زين فبيكون عفوا زين بيكون هني الدكر سوردح ليكم النقطة هذي هني راح تكون الأنثى وهني راح يكون الدكر عفوا اخواني فبيكون الأنثى بتكون حاملة اكس بي كابتل اكس بي سمول بينما الدكر بيكون مصاب اكس بي سمول واي فبالتالي راح تكون كروموسومات الجينات للذكر اكس اكس بي سمول واي هذي الأمشاج للذكر بينما الأنثى بتكون حاملة تحمل الجين فبالتالي راح تكون اكس بي كابتل و اكس بي سمول ارجع اكرر المرة ثانية الأنثى راح تكون حاملة فبتكون اكس بي كابتل اكس بي سمول بينما الذكر الكروموسومات الجنسية عنده راح تكون اكس واي وبما انه راح يكون مصاب اي بكون عنده عماء الالوان فراح يكون عنده الجين المتنحي فراح يكون اكس بي سمول فراح تكون جيناته اكس بي سمول وواي طبعا اذا ضبطنا في هالحالة الامشاج نقدر نسوي الناتج مال هذا التزاوج ونطلع بالتالي الطرز الجينية الى الابناء فراح يكون بهالحالة في هالشكل اكس بي كابتل اكس بي سمول و اكس بي كابتل واي كذلك نتابع اكس بي سمول و اكس بي سمول لو تابعنا ايضا بيكون عدنا اكس بي سمول و منلاحظ ان النواتج لو طالب من عدنا ايضا طلعنا الطراز الجيني الى الابناء نبغي نسبة الاصابة طبعا بتطلع نسبة الاصابة بعد ما توجد الطراز الجيني الى الابناء فمنلاحظ ان الاناث راح يكون خمسين في المئة منهم راح تكون سليمة لكنها حاملة و خمسين في المئة راح تكون مصابة بينما الذكور الذكور مشوف ان الذكور راح يكون في هالحالة عدنا سليم وعدنا راح يكون مصاب فبيكون خمسين في المئة منها راح يكون سليم وخمسين في المئة راح يكون مصاب ففي هالحالة معناته قدرنا اميز وانطبق قانون او الصفات او قانون الصفات المرتبطة بالجنس اعزاء الطلبة مرة اخرى اذكركم بنقاط جدا مهمة ان الصفات المرتبطة بالجنس محمولة على الكروموسومات الجنسية وليست الكروموسومات الجسدية اي في الانثى على الكروموسوم اكس و اكس الزوج رقم 23 وفي الذكر موجودة على الكروموسوم ايضا الزوج رقم 23 اكس واي ومحمولة بالذات على الكروموسوم اكس التقي اياكم ان شاء الله في موضوع اخر واشكر اليكم حسن متابعتكم وان شاء الله نتابع مرة ثانية شكرا